دير ستودنت، هاواريو؟ ذي سهلا حسن ومستر ايمان برزنتينجا تيزيكس بروغرام فور جريد 3 ساكندري ستيج ازايكم؟ احنا خلصنا المرة اللي فاتت واشتغلنا على كيرشوف فرست لو خلصناهم في النهاردة امتحان هيتحطلكم على الشات ان شاء الله لو تحبوا تختبروا معلوماتكم فيها وطبعا عندنا برضو جروب التليجرام اللي هو مستر ايمان عاملو علشان لو تحبوا ان انتم تشوفوا هيتحط عليه برضو الامتحان تاني تمام؟ طيب نبدأ النهاردة حسنوات 2 هنتكلم في حسنوات 2 النهاردة عن المغنيتك of electric current بدايتنا بدايت كلامنا زي كل مرة منقول الابجيكتبز النهاردة هنتكلم في ايه في نهاية الليسون النهاردة هنبتدي نتكلم عن المغنيتك flux density at a point هنعرف يعني ايه مغنيتك flux density هنتكلم عن امپير 's right hand rule عشان نعرف الـ بتاع المغنيتك field due to current in a straight wire هنعمل بتاع المغنيتك flux density وهنفرق ما بين المغنيتك flux density بتاع two parallel wires same direction وفي opposite direction يعني النهاردة احتمال كبير نتكلم في same direction بس مش هنفرق ما بين وما بين opposite direction إلا المرة اللي جاء ان شاء الله طيب نبتدي نتكلم على المغنيتك field هو احنا عارفين ان المغنيتك field بيبقى موجود للمغنيتس بس بس سنة 100 اتين هارندرد ناينتي واحد اسمه هانز كريستيان أورستيد اكتشف ان الالكتريك current هو ميشي في الواير له مغنيتك field effect هو كان بالصوت فحات campus جانب wire الواير بيعدي فيه current الكمبوس بتتحرك معناها ان فيه magnetic field يفتح circuit يبقى مفيش current الكمبوس ترجع مكانها تاني فهو deduced ان الالكتريك current passes through the wire هاذ a magnetic field تمام طيب يبقى فيه link ما بين الالكتريك والمغنيتز كان قبل أورستيد علم الالكتريك الواحده علم المغنيتزم lines بتمشي مسافات والfield lines دي هي اللي بتدي التأثير بتاع الماغنيتزم على أي حاجة بتتحط جنبه بحيث انها تعمل attraction force أو repulsion force فالمغنيتزم فالماغنيتزم دي اللي بتعدي على surface تبقى perpendicular زي الرسمة هنا بالموج of magnetic field that pass through a surface والservice ده ممكن يكون conducting coil مثلا اسمها magnetic flux كمية field line اللي بتعدي على الarea اسمها magnetic flux الميجرينج بتاعت الميجرينج يونت بتاعتها اسمها ويبر ورامز الويبر WB طيب أنا عايزة أعرف الميجرينج flux density فيه ميجرينج فلوكس بس اللي هي delta phi أو phi m فيه magnetic flux density اللي هي البي البي هنا عند نقطة اللي هي الميجرينج field lines اللي بتعدي perpendicular to a unit area خلي بالك الميجرينج flux density اللي هي phi عبارة عن الميجرينج field lines اللي هي b اللي بتعدي perpendicular عند اليونت area اللي هي a بمعنى ان انا ممكن اقول ان الميجرينج field intensity at a point هي نفسها الميجرينج flux density طيب هي عبارة عن vector quantity وانا لما بتكلم في الميجرينج flux density اللي هي اسمها b at a point النمبر of magnetic flux lines اللي بتعدي perpendicular to a unit area يعني phi m اقدر اقول ان هي equal b في a phi m b في a b في a لما تبقى perpendicular طيب هل دايما الماجنيتك flux lines هتبقى perpendicular على area لأ مش شرط ممكن يبقى في بينهم angle theta طيب معنى كده ان الفاكتورز افكتنج الماجنيتك flux اللي هي l field strength l b اللي هي الماجنيتك field strength و ال angle between the magnetic flux lines وال area اللي هي theta والثالث واحدة اللي هي اسمها area a طيب بص كده area بين ولما بيبقى عندي magnetic flux lines كتير اللي هي اسمها density ال b كتير هتديني phi m كبيرة لو field lines قليلة هتديني phi m قليلة طيب هنا theta فكرة theta هنا احيانا كتير بتبقى perpendicular في الحالة دي تبقى phi m equal b a بس وهنقول لي كمان شوية اما لو في زاوية theta ما بين field line زهيت وما بين area ساعتها انا ما اقدرش اقول b a بس لازم اقول sin theta وطبعا area بتفق كتير فانا لو عندي area كبيرة هتديني phi m كبيرة لو area صغيرة هتديني phi m صغيرة دلوقتي لو كلامنا على theta احنا اتفقنا ان phi m equal b a sin theta يبقى الماغنيتك flux lines دول ممكن يبقوا parallel يعني ايه parallel يعني theta هنا parallel للarea يعني theta هنا zero خلي بالك theta دي اللي هي the angle between the magnetic flux line and the area المagnetic flux line زهيت انت شايفها والarea في نفس ال direction اهو الاثنين parallel الانجل ما بينهم zero تعال نعوض في اللو بتاع phi m equal b a sine zero sine zero equal zero وبقت phi m equal zero يعني ايه يعني معناها هنا ان المagnetic flux equal zero مفيش طيب ممكن حاجة تانية تحصل ممكن تبقى المagnetic flux line perpendicular to the area المagnetic flux lines perpendicular to the area يعني theta ما بينهم 90 يبقى phi m هنا equal b a sine 90 بص على الرسمة تاني اهي شايف المagnetic flux lines نفس ال direction بتاع اللي فوق بس ال area هنا بينهم angle 90 طيب يعني ايه يعني انا هتكلم على ان phi m equal b a sine 90 متفقين ان phi m equal b a sine theta theta هنا 90 ولو هتنسك الكالكولاتور وتحسب sine 90 equal 1 يعني معنى كده ان phi m هنا equal b a بمعنى ان المagnetic flux بتاعتنا ممكن تبقى مفيش لو كان المagnetic field lines في النفس المستوى مع ال area او parallel to the area بتبقى maximum لو كانت المagnetic flux lines perpendicular to the area طب هل هي ممكن تبقى ما بينهم اه ما احنا متفقين بقى ان دلوقع في كلمة magnetic flux density اللي هي phi m بتساوي b a sine الزاوية وحسب الزاوية اللي موجودة نعرف نحسب phi m تمام يعني حالا موضوع المagnetic field اللي بيطلع من electric current هعرف احسبه لما بحسب ال field lines قد ايه اللي هي اسمها magnetic flux lines ال b واحسب ال area اللي نازل عليها lines دي قد ايه نعرف نحسب منها phi m مع معرفة الزاوية معنا سؤال وي الله نفكر a conducting circular loop of radius 0.25 meter is placed in the XY plan in a uniform magnetic field of 0.36 Tesla that that points in the positive z direction the same direction as the normal to the plan the magnetic flux through the loop is A A بص كده احنا واحدة واحدة هكده هنتكلم دلوقتي هو مديني circular loop مديني radius بتاع circular loop انا من radius اعرف احسب area صح هي area equal phi r square مديني المaginetic field اللي هي ال b مظبوط انا اعرف احسب phi ولا مش احسب phi تمام طيب احتياراتي اهي بصدالها كويس علشان نفكر حالة اول حاجة عشان حالة هنحسب the area phi r square phi 0.25 square وطلات معي هي 0.196 meter square معي ال b هحسب phi m equal b a sign theta صح ال b اللي هي 0.196 اسفل دي ال a 0.196 وال b اللي هي 0.36 وهو قيل انها perpendicular يبقى انا هقول sign 90 على فاكرة ممكن ماقولهاش لانه معروفة ان sign 90 equal one يبقى phi m هنا طلعت 0.0706 وبر يبقى correct answer بتاعتنا هنا اللي هي b type لما نتكلم على الماجنتيك field due to the flow of current in a conductor طب ال conductor بتاعي شكله ايه خلي بالنا ان اللي احنا حسبناه هالا الفاي ام دي بتاعت اي ماجنتيك field بيعدي على اي area بشوف الانجل ما بينهم كان بحسب لهم الفاي ام والفاي ام بي في اي في sign theta واتفقنا ان اورستد discovered m الcurrent اللي ماشي في الوير بيبقى له magnetic effect بما ان له magnetic effective انا بيعامل الcurrent carrying wire على ان magnet حيطلع magnetic field lines والماجنتيك field lines دول لو جنبهم area هيعدي من على الarea دي بانجل يبقى انا هقدر اقول ان هو ليه phi m برضو طب انا حالا لما هاجي اتكلم على الcurrent بتاعي بيعدي بيعدي conductor الكون conductor ممكن يبقى straight wire ويبقى شكله كده ممكن يبقى circular loop ممكن يبقى selenoid كل واحد فيهم straight wire بيعدي فيه current بيطلع نتيجة current ده magnetic field في circular loop شكل magnetic field بيختلف اصل شكل حركة الالكترون او حركة current جوه wire هنا مختلفة مادية شكل circle السيلينويد بيدي شكل ثالث خالص كل واحد فيهم هندرسه كل شوية على حدة طيب تتكلم على magnetic field due to current in a straight wire احنا اتفقنا على experiment اللي هي قال عليها هو جاب campus كذا واحدة واحدتهم جنب current carrying wire والwire اول ما كانش بيعدي في current فكل الكمبس بديين نفس الشكل انه هما pointing to the north بتاع earth field وبعدين عدى current من الwire تاخد بالك في الشكل التاني ان شكل الكمبس مش دي بعض معناها انه هنا فيه magnetic field والمagnetic field ده pointing بالطريقة دي انه شكل عامل زي circle حوالين الwire تمام الموضوع هنا ان الwire هنا carries a strong steady current تمام نلاحظ هنا ان deflection بتاع الكمبس مدي شكل الcircle متهيق لي واضحة معنى الكلام حالا ان لما بيبقى فيه current بيبقى فيه magnetic field بيبقى في b والب دي بتعمل phi m لان phi m ما بتطلع من b في a sin theta طيب انا عايز اجيب الشكل magnetic field اللي بيبقى حوالين الwire الwire بيعدي فيه steady current والcurrent pointing من تحت الفوق اقوم اقول ايه اقول انا هعمل ampere's right hand rule عشان اعرف direction بتاع المagnetic field بتاعي ampere's right hand rule بتقول point the thumb of your right hand along the wire شايف thumb هنا بيديني direction of positive current زي الفيجر اللي قدامك بقي tune fingers بتعدي شايف حركة صوابع ايدي بتلف direction بتاعها ازاي direction بتاع حركة fingers بتاعتك دي هنا هي direction بتاع magnetic field يبقى انا هعرف direction بتاع current منه اعرف direction بتاع magnetic field applying ampere's right hand rule right hand rule دلوقتي بتقول لي ان thumb لما هيشاور لي على direction بتاع current بقي صوابعي all fingers هت crawl in the direction of the magnetic field بي تمام طيب تعال نحسب ال b هنا احنا متفقين ان انا عندي فيه magnetic flux و magnetic flux density اللي هي phi m بتساوي magnetic flux density اللي هي b مضروبة في a مضروبة في sign theta انا حالا لما بتكلم على magnetic field ادور فين b بتاعته بيعدي على a a و theta ما بين هم كام ونحسب لهم magnetic flux بما ان انا معي current دلوقتي current ده ما اوجود في و انا عايز احسب له phi m يبقى انا مش مهم عندي ان انا نحسب ال area لان ال area هتبقى سهلة بس انا عايز احسب b انا احسب b دلوقتي ازاي انا عندي current هقولك ان انا كل ما بزود current كل ما بتزيد b معايا كل ما بقلل current كل ما بيقل b معايا يبقى b is directly proportional مع i طب انا لو هحط area بتاعتي around a point d على مسافة d من current كل ما ابعد المسافة d كل ما بيقل المaginetic field lines بتاعتي كل ما بقرب المسافة كل ما بتزيد المaginetic field lines يعني معنى كده ان b وال d بينهم مبن بعد inverse proportion يبقى b is proportion مع one over d يبقى معنى كده ان b equal constant في i over d احنا متفقين ان b directly proportion مع i lb directly proportion مع one over d يبقى b directly proportion مع i over d هشيل proportion sign وحط equal constant بقت b equal constant i over d ال constant التاعي هنا بيساوي a بيساوي mu over 2 pi ده الconstant بتاعي فتبقى b equal mu مضروب of i over 2 pi في d ايه هي الميو دي بقى الميو اسمها permeability of the medium وهنا في الحالة دي انا بتكلم على permeability of air اللي هي equal 4 pi times 10 to the power negative 7 وبر amp meter نخلي بقى ان الconstant بتاعي هو الميو over 2 pi ولما هتحسب الميو اللي هي 4 pi times 10 to the power negative 7 over 2 pi هتطلع معي الconstant 2 times 10 to the power negative 7 تمام طيب الميو دي انا لازم احفظ الرقم اه معلش هنحفظ الرقم هو بتيجي given في السؤال بس احنا بردو نبقى عاملين حسابنا عليها يعني بس انا يهمني ايه بقى يهمني ان انت تعرف اليونت بتاعتها اليونت بتاعتها وبر pair ampere متر وبر 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 امبير متر جات منين جات من ان البيت تتأسب الوبر والقرن تبيتأسب الامبير والدستانس تتأسب المتر اوكي ايه هي الفاكتور اللي افكتنج الماجنيتك فلوكس دنسيتي ما بين البي والميو هتديني احنا متفقين انها direct proportion والتاني اللو اللو ميو ايكوال قصد بي ايكوال ميو في اي على تو باي دي البي والميو direct proportion والميو ده constant بس ماش constant على طول هو constant ل الميديم الواحد الpermeability of the medium فلو غيرنا الميديم الميو هتتغير البي والميو is directly proportional ولما تبصت على الجراف هنجيب الاسلوب بي اوبر ميو هتبقى ايكوال وان اوبر تو باي دي تمام ثاني فاكتور اللي هو electric current intensity اما هرسم relation ما بين البي والاي هتبقى direct proportion وما انها direct proportion يبقى الاسلوب بتاعه يبقى بي اوبر اي منها حيطلع الاسلوب بتاعه ميو اوبر تو باي دي يبقى الاسلوب في الحالة الاولى كان ايكوال اي اوبر تو باي دي والاسلوب في الحالة التانية ايكوال ميو اوبر تو باي دي جبتها من اين جبتها من اللو انا عندي اللو من الاول بي ايكوال ميو اي اوبر تو باي دي حضرتك بتشوف الاسلوب هنا اللي هي الواي اكس اوبر الاسلوب يعني البي او أو البي اوبر الاي وتعود بيها في الماثيما تنقل سوفي الفاضل ايه البي اوبر الايو بتسوي ايه اذا كانت البي بتسوي ميو اي اوبر تو intra D يبقى البي على ال districts هنقسم الطرفين على ال ميو بقت ايكول واي 의�ور تو auth اي دي اذا كانت الايكوشن بتاعتي ميو ايكول ميو اي اوبر تو Crown D هنقسم الطرفين بتقول الايكوشن اوفر اي هتبقى B over I equal mu over 2 pi D يبقى أول فاكتور تاني فاكتور اللي هو electric current intensity وتالت فاكتور اللي هو distance between the point and the wire D فاكر اللو بقوله تاني B equal mu or mu I over 2 pi D بقيت D هنا تحت مش فوق يعني ما بينهم وبنبعض inverse proportion لما اجي أرسم هرسم ال B مع 1 over D عشان تديني straight line passing to the origin وفي الحالة دي اللي سلوب هيبقى B over 1 over D يعني هيبقى equal B D which will be equal mu I over 2 pi بس لأن أنا شلت D اللي بتاع mu I over 2 pi D طيب ما أنا سؤال ما أنا سؤال 4 times 10 to the power negative 6 تسلا 4 times 10 to the power negative 7 تسلا ومديني ميو عشان احل السؤال زي هذا الدستانس بتاعتي 20 سنتيمتر تحولها الميتر الكارنط التاعي 40 أمبير هو عايز المجنيتك فلاكس تنسي يعني عايز البي ومعي الميو صح يبقى تدي احل بالراحة ونقول هي الميو الميو بتساوي ميو اي اوبر 2 باي دي اللي هي 4 باي ما احنا نتفقين ان الميو اوبر 2 باي هي الفور باي 4 times 10 to the power negative 7 تمام وهضربها في الاي اللي هي 40 اوبر الدي بتحتي اللي هي كانت كان بص كده دي 20 سنتيمتر يعني هتبقى الديستانس بتاعتنا 0.2 ميتر ديستانس هتبقى 0.2 ميتر منها تطلع الانصر بتاعتنا بي ميو اللي هي 4 باي times 10 to the power negative 7 الاي اللي هي 40 اوبر 2 باي في الدي اللي هي 0.2 واستخدم الكالكولياتر هتطلع معاك 4 times 10 to the power negative 5 تسلا اللي هي بي ولا سؤال تعويض مباشر ما فيهوش اي مشكلة نهائي طيب السؤال اللي بعده the opposite figure shows 4 straight wires carrying different currents i1 i2 i3 i4 if the magnetic flux densities at the points x y z and d are equal so the greatest electric current intensity is هل يبالك لما بيديك في السؤال رسمة تركز فيها شوية هو مديني current i1 i2 i3 i4 ومديني points x y وزد ودي نلاحظ ان x distance بينها وبين current i1 صغيرة اكبر منها شوية distance ما بين current i2 وال y اكبر منها distance ما بين i3 وزد اكبر منها distance ما بين i4 وال d واحنا متفقين ان الب directly proportional مع i y ومعنى انه هو يقول لي ان الماجنيتك flux density عند x بيساوي الماجنيتك flux density عند y بيساوي الماجنيتك flux density عند z زد وعند وعند يعني معناها ان الكورنت عند i ده ضعيف وعند i1 ضعيف وعند i4 اكبر واحد صح كده لما نيجي نفسر الكلام اصلا حنقول n as the magnetic flux density as the points x y z and d are equal with distance between the points greater from x to d so the greatest electric current intensity is i4 تمام ثاني current الاقوى بيدي magnetic flux density اكبر يقوم يأثر على نقطة ابعد فيبقى عندي ابعد نقطة هنا اللي هي d بعيدة عن الوير اللي فيه current i4 يبقى current i4 اكبر current فيه تاني اقرأ the greatest electric current intensity is i4 طيب سؤال كمان along straight wire carrying electric current of intensity i as in the figure which one of the following expression represents correctly the magnetic flux density b that that produced at point x y z due to the passing current through the wire زي ما احنا متفقين n كل ما بعدنا كل ما البي بتقل لأن البي with d is inversely proportion تمام ماذا البي with d inversely proportion هو هنا عايز يشوف البي x اكبر من البي y البي y اصغر من البي z البي z اكبر من البي x البي z اكبر من البي y عايزين نتافق ان البي عند z هنا اقل واحدة فيهم لأن انا كلما بعت distance بتزيد يبقى البي بتقل يبقى البي z اقل واحدة فيهم يبقى احنا هنا هن cancel c d وهن cancel b كمان اصل البي هنا بتقول ان البي z اكبر من by بس لو خدنا بلنا بقى اخر حاجة ان البي x اكبر من البي y مظبوط لأن البي x هي اقرب هيبقى فيها اكتر magnetic flux lines تمام هي البي equal mu i over 2 pi d يبقى البي x equal a d بتاعتها هتبقى اصغر واحدة تقوم تديني اكبر b انما البي y هتبقى d بتاعتها اكبر شوية هتديني b اقل من b x a correct answer is a تمام هنا بنتكلم على current in two wires parallel to each other ما يبقوا the two wires فيهم current same direction يعني current طالع لفوق الاولاني طالع لفوق في التاني او نازل لتحت في الاولاني نازل لتحت في التاني اول حاجة تخلي بالك منها ان انا واعرف اجيب ال direction بتاعة ال b هتبص تلاقي حضرتك ال direction بتاعة ال b one زي ما هو قدامك في الرسم اهو طالع ازاي direction بتاعة b2 اللي هو طالع نتيجة current i2 ماشي ازاي هلاحظ ملحوظة جميلة اوي ان field lines بتاعة b1 والfield lines بتاعة b2 يعني field lines ما بين two wires هنا في الحالة دي هيبقوا opposite direction واخد بالك عكس بين في الرسم تمام opposite direction معنى ان هم opposite direction يبقى انا هنا لما هتكلم على total magnetic flux density ما بينهم ال b total equal b1 minus b2 لانهم opposite direction ده لو انا اخترت ان b1 اكبر من b2 طب افرد ان انا قلت لك ان b2 هي اللي اكبر هقول لك b total equal b2 minus b1 يبقى magnetic flux density اتفقنا between the two currents هتبقى b1 minus b2 طب لما هنقول outside هما outside لو خلنا بلنا انه هو بيلف في نفس direction يبقى total equal b1 plus b2 تمام في الحالة دي انا بطرح ما بين the two wires او بينطرح b total ما بين the two wires فهيديني رقم اقل من الرقم اللي بيبقى outside them اللي هو بيبقى نتيجة gamma magnetic flux line خلي بالك بقى بقى عندي lines كتيرة outside the wires و magnetic flux lines قليلة between the two wires تبتدي المagnetic flux lines كتيرة تزوء ال wire لفين لجوه يقوم يحصل ما بينهم attraction force يبقى هنا attraction force is produced ما بين ال two wires بتطلع نقطة عند النقطة دي ال b1 equal b2 ولما هجيب ال b total اللي هي b1 minus b2 assuming that ان b1 وال b2 اهم ما تقد بعض هيتلع الفرق ما بينهم zero النقطة دي اسمها neutral point النutral point عندها b1 equal b2 عندها b total equal b1 minus b2 equal zero تمام دي اسمها neutral point طيب هنا بقى انا لو بتكلم على n انا عايز اجيب a neutral point ما بين two parallel wires لو كان ال current هنا مش بيساوي هنا في نقطة ما بينهم مش موجودة في النص بالضبط عشان نحسب distance of the neutral point from the wire اللي فيه less electric current هاللي بالك لو كان current i1 equal current i2 هتبقى في النقطة اللي هي neutral point في النص ما بينهم بالضبط لكن لو عندي واحد فيهم اكبر من التاني يبقى انا في الحالة دي هيبقى عندي wire less electric current than التاني هنا بقى نبتدي نتكلم لو كانت distance ما بينهم هي ما بين ال wire الاولاني وال wire التاني all distance x وال والpoint بتاعتي اللي هي at a distance d للcurrent او للwire اللي فيه current i2 هتبقى distance ما بينهم ما بين ال wire اللي فيه current i1 x minus d وبما ان هي دي neutral point يعني عندها ال b1 equal b2 تمام احنا متفقين ان ال b ميو فi over 2 pi d نعود عند ال wire اللي فيه current i1 هقول ميو فi i1 هنا على 2 pi في distance اللي اتفقنا اللي هي x minus d d equal ال b2 من ناحية التانية اللي هي الميو في ال i2 على 2 pi في d ملاحظ الفرق الفرق هنا ان انا حطيت كل b منهم لها current بتاعها فال b1 لها current i1 لان انا نتجت في ال wire الاولاني ال b2 لها current i2 لان انا نتجت في ال wire التاني طب وال distance بتحت ال distance احنا اتفقنا in l نقطة بتاعة neutral point هنا هتبقى على مسافة d من ال wire اللي فيه current i2 تبقى على مسافة كام من ال wire i1 التوتال distance اللي هي ال x مع ناس d وعوضت عنها هنا وهنا طيب الميو cancel الميو لانه هما في نفس air زي بعض صح يبقى هي cancel بعض وال 2 pi هت cancel 2 pi برضو يعني انا معنى كده ان انا اقدر اقول ان ال i1 over x minus d equal i2 over d كده وصلنا للنهاية وشكرا لكم وان شاء الله المرة اللي جاية نتكلم على ال wire has opposite direction current اشكركم ومع السلام